السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أبنائي الطلاب موعدنا اليوم مع درس خلق النبي صلى الله عليه وسلم الجزء الثاني الصف السادس الابتدائي تعالوا بنا لنتعرف سوياً على أهداف درسنا لهذا اليوم الهدف الأول أن يفسر الطالب المعنى الإجمالية للحديث الشريف الهدف الثاني أن يعدد الطالب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس الهدف الثالث أن يذكر الطالب مثالاً على خلق النبي صلى الله عليه وسلم أبنائي الطلاب في البداية دعونا نتذكر ما تعلمناه في الدرس السابق أولاً قرأنا حديث خلق النبي صلى الله عليه وسلم عزيز الطالب ضع كلمات الحديث النبوي في مكانها الصحيح عن سعد بن هشام قال أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين أحسنت أخبريني بخلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت ممتاز كان خلقه القرآن بارك الله فيكم جميعاً ثانياً تعرفنا براو الحديث من يذكر لي اسم راو الحديث أحسنت اسمها أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومن يذكر لي علمها؟ أحسنت كانت من أفقه نساء المسلمين وأكثرهن علماً ومن يذكر لي في أي عام توفيت رضي الله عنها؟ بارك الله فيك توفيت في المدينة المنورة سنة ثمان وخمسين للهجرة وعمرها سبعة وستون عاماً ودفنت في البقيع بارك الله فيكم جميعاً ثالثاً فسرنا معاني المفردات الواردة في الحديث من يبين لي معنى خلقه؟ أحسنت طبعه وصفاته ومن يذكر لي معنى القرآن؟ ممتاز هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الهدف الأول أن يفسر المعنى الإجمالي للحديث الشريف في رحاب الحديث الشريف والآن دعونا نتعرف على المعنى الإجمالي للحديث النبوي الشريف على ماذا يدل سؤال سعد بن هشام عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هيا فكروا معي في الإجابة أحسنت يدل ذلك على حرص الصحابة على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أفعاله وأقواله وتفاصيل حياته علل سؤال سعد بن هشام لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم هيا فكروا معي في الإجابة ممتاز وذلك لأنها كانت أكثر قربا من النبي صلى الله عليه وسلم وحبا له وما كان جواب السيدة عائشة رضي الله عنها لسعد بن هشام أحسنت أجابت باختصار فقالت كان خلقه القرآن وما الذي أرادت أن تستخلصه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ممتاز أن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بكمال صفاته ورقة قلبه وحسن معاملته مستمدا من القرآن الكريم بارك الله فيكم جميعا كيف تخلق النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان المثل العملي الكامل للقرآن الكريم يقف عند حدوده ويتأدب بآدابه ويحسن تلاوته وتدبره يرضى لرضاه ويسخط لسخطه فكل أمر أثنى عليه ودعى إليه القرآن الكريم تحلى به وكل أمر نهى عنه تخلى عنه صلى الله عليه وسلم فكان وصف عائشة رضي الله عنها متوافقا مع قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم فكان نبينا صلى الله عليه وسلم قدوة لنا نتأسى به في جميع أمور حياتنا التقويم والآن أبنائي الطلاب بعد أن تعرفنا على المعنى الإجمالي للحديث الشريف وحتى ننتقل إلى الهدف الثاني افتح الكتاب المدرسي على الصفحة رقم 43 للإجابة على السؤال الثالث الفرع الثالث اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل مدح الله تعالى أخلاق نبيه صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقوله تعالى وقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل والآن أبنائي الطلاب من يجب على هذا السؤال ويعطيني الإجابة الصحيحة ممتاز قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم بارك الله فيكم جميعا الهدف الثاني يعدد أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس لا توجد صفة حميدة يتمنى أي شخص أن يتحلى بها إلا وكانت من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهناك صفات عظيمة تخلق ذها النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا عليها والآن من يذكر لي بعض هذه الصفات أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أبناء الطلاب من يذكر لي بعض من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هيا فكروا معي أحسنت الصدق ومن يذكر لي خلقا آخر ممتاز الأمانة وأيضا الكرم أحسنت وحسن المعاملة بارك الله فيك التواضع والشجاعة جزاكم الله خيرا والآن أبناء الطلاب بعد أن تعرفنا على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحتى ننتقل إلى الهدف الثالث افتح الكتاب المدرسي على الصفحة رقم 41 على فقرة أنظم أفكاري وأجب عن السؤال التالي من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هيا نتذكر ما تعلمناه سابقا أحسنت الصدق ممتاز الأمانة الكرم حسن المعاملة والتواضع والشجاعة بارك الله فيكم جميعا الهدف الثالث يذكر الطالب مثالا على خلق النبي صلى الله عليه وسلم عزيز الطالب استمع إلى الحوار الذي دار بين هرقل ملك الروم وآبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجب عن الأسئلة التي تله سأله رقل ملك الروم أبا سفيان ولم يكن قد أسلم يومها أوكنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قال لا فقال هرقل فما كان ليدع الكذب على الناس ويدهب فيكذب على الله رواه البخاري والآن أبناء الطلاب إلى أي خلق يشير الحديث السابق هيا فكروا معي ممتاز يشير الحديث السابق إلى خلق الصدق بارك الله فيكم والصدق هو قول الحق ومطابقت الكلام للواقع وقد أمرنا الله تعالى بالصدق بارك الله فيكم جميعا الأمانة هي كل حق لازمك أداؤه وحفظه أبناء الطلاب بماذا لقب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها هيا فكروا معي بماذا كانوا يلقب النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت كانوا يلقبونه بالأمين فقبل البعثة اختلفت القبائل في مكة على وضع الحجر الأسود فقالوا نرضى بحكم أول من يدخل علينا فكان أول داخل هو النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأوه قالوا هذا الأمين والآن اذكر لي مثالا يدل على أمانة النبي صلى الله عليه وسلم هيا فكروا معي كانوا يلقبونه بالأمين فمن يذكر لي مثالا يدل على أمانته ممتاز أنه كان أهل قريش بعد البعثة يحتفظون بأموالهم وودائعهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم معاداتهم له ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك علي بن أبي طالب في مكة المكرمة ليلة الهجرة إلى المدينة حتى يؤدي عنه الأمانات إلى أهلها ممتاز بارك الله فيكم أبنائي الطلاب حتى نتثبت من فهمنا وحفظنا لخلق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته افتح الكتاب المدرسية على الصفحة رقم 43 للإجابة على السؤال الرابع اذكر مثالا على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الأمانة ولو إلى عدوه هيا تذكروا معا ما تعلمناه سابقا ولنجب على هذا السؤال أحسنت حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ترك علي بن أبي طالب في مكة المكرمة ليلة الهجرة حتى يؤدي عنه الأمانات إلى أهلها بارك الله فيكم جميعا ملخص الدرس أبنائي الطلاب هي بنا نلخص ما تعلمناه سابقا من درسنا لهذا اليوم أولا فسرنا المعنى الإجمالي للحديث النبوي الشريف وبينا كيف تخلق النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن فقد كان يقف عند حدوده ويتأدب بآدابه ويحسن تلاوته وتدبره يرضى لرضاه ويسخط لصخطه ثانيا تعرفنا على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا أن من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الصدق والأمانة والكرم وحسن المعاملة والتواضع والشجاعة ثالثا ذكرنا أمثلة على خلق النبي صلى الله عليه وسلم خلق الصدق فقد شهد له أعداءه بالصدق وخلق الأمانة فالنبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة المنورة ترك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مكة لرد الأمانات إلى أصحابها بارك الله فيكم جميعا ختاما تعالوا بنا نؤكد على المفاهيم الواردة في الدرس من خلال الإجابة على الأسئلة التالية في الغلق الختامي عزيزي الطالب كيف تخلق النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن هيا فكروا معي بالإجابة أحسنت كان يقف عند حدوده ويتأدب بآدابه ويحسن تلاوته ويرضى لرضاه ويسخط لسخطه بارك الله فيكم عدد أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أبناء الطلاب من يذكر لي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت الصدق ممتاز الأمانة والكرم وحسن المعاملة والتواضع والشجاعة بارك الله فيكم جميعا عزيزي الطالب افتح الكتاب المدرسي على الصفحة رقم 42 للإجابة على السؤال الثالث الفرع الثاني من أسباب رضا قريش عبد الحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في وضع الحجر الأسود ترمه أم أمانته أم تواضعه أم شجاعته هيا فكروا معي في الإجابة أحسنت أمانته بارك الله فيكم جميعا ختاما نشكر لكم حسن استماعكم وأنا أرجو لكم التوفيق على أمل اللقاء بكم في الجزء الثالث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة